بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل النهاردة العزازية او المقارونا باللبن جميلة جدا وطعمها حلو وان شاء الله تعجبك بس ياريت لو الاول مرة بتشوف القناة بتاعتي تشترك فيها وتفعلي الجرز وتعمليلي لايك عشان توصلك مني كل الفيديوهات بتاعتي نروح بقى نشوف المقادير بتاعتنا المقادير بتاعتنا سهلة خالص وموفيش فيها اي صعوبة عندي كيلو لبن او لتر لبن كباية مقارونا سباكتتي مسلوة انا عيرت بالكباية دي كباية مقارونا وسلقتها وفانيليا وطبعا كباية السكر هنجيب الاول شفشاء الخلاط وهنحط في المكارونا انا طبعا سلقت المكارونا عشان خاطر ما اطولش عليك الفيديو وانتي بتسلو المكارونا سيبيها شوية على النار عشان ما تحطيها في الخلاط مع اللبن تدوب معاك على طول ضيفي عليها بقى 3 معالق سمنة او زبدة اللي موجودة عندك اشتغلي بيها خلاص كده حطينا 3 معالق سمنة على كباية مكارونا مسلوة في الخلاط هنضيف عليهم شوية لبا عشان الخلاط بتاعي يشتغل بس كده حطي عليهم بقى كباية سكر لو بتحبيها مسكرة زودي السكر زي ما تحبي هنضرب الخليط ده كويس اوي في الخلاط وقبل ما يجهز معي هورهلكم خلاص هو كده بقى تمام انا طبعا عشان سلقت المكارونا كويس دبت على طول في اللبن شايفين المكارونا اصلا مش باينة طول ما المكارونا بتاعتك مسلوقة كويس مش هتبان اوي في اللبن النشا والفنية طبعا مش هنستخدمهم دلوقتي هنجيب بقى بقية اللبن بتاعنا اللبن اللي هنشتغل به لازم يكون لبن كامل للدسم وكويس القشطة اللي موجودة فيه عرفك ان اللبن بتاعك كويس الاول هنحط معلقتين لبن على النشا عشان ندوب بهم النشا هنجيب الخليط بتاعنا اللي في الخلاط وهنضيفه على بقية اللبن اللي فضل عندنا بس كده هنقلب الخليط ده كويس جدا وبعد كده هنرفعه على النار اللي بيه كويس ونروح بقى عشان نحطه على النار انا حطيت الخليط على النار على نار هادية زي ما انت شايفها كده النار هادية لو علنا النار النار هتخلي اللبن بتاعنا يتحرق ويتدينا ريحة مش كويس ودوبت النشا في معلقتين اللبن اللي احنا حطيناهم عليه دوبتهم كويس قوي وبعد كده حطيتهم على الخليط هفضل اقلب فيها بقى لحد ما تتقل معايا وتعمللي فقعات من فوق كده اعرف ان اللي خليط بتاعي جهز وبقى تمام هنفضل نقلب لحد ما تتقل معايا شايفين هي تقلت معايا ايه وعملتلي فقعات من فوق اول ما تديك الشكل ده اعرف ان انت ماشى بالخطوات مزبوط بس كده اول ما تبقى بالشكل ده هنروح طفين عليها النار طبعا احنا لسه محطناش الفانيليا انا مجهزة الصانية ومفيها مادة دهنية بس قبل اي حاجة هنفتح كس الفانيليا وهنحطه على الخليط وهنقلب كويس انا ما بحبش هحط الفانيليا والخليط شغال على النار عشان ما تدينيش طعم مش كويس يفضل بعد ما تدفي النار حط الفانيليا وقلب حطي بقى مادة دهنية في الصانية سمنة او زبدة اللي موجودة عندك ادهن الصانية بتاعتك كويس جدا وادهن الجوانب بتاعتها كويس عشان خاطر الخليط ما يلزقش منك في الصانية بس كده هنجيب بقى الخليط بتاعنا ونفرغه في قلب الصانية السمك بتاعها ما بيبقاش خفيف بتبقى تقيلة كده زي المهلبية بالزبط انتو شايفين البولة بتاعت اللبن من جوة طبعا بيضة مفيش فيها اي حروق اللبن معايا مش شايت ولا حاجة عشان انا اول ما حطيته فضلت اقلب فيه لحد ما جهز معي لو حطيت الخليط ده على النار وسيبتي هيشط منك وهيبوس خليك يقلبي فيه لحد ما يتقل معاك ويجهز هسوي طبعا الصانية بتاعتي كويس وانسوي الاطراف بتاعتها بس كده لو عندك بقى معلقة اشتة او معلقة سمنة او حتة زده ممكن تحطيها على الوش تديك لون كويس من فوق انا طبعا كان عندي حتة اشتة صغيرة ومعلقة سمنة حطيتها على الوش عشان تدييني لون اصفر جميل من فوق هدخلها الفرن يا دوبك تاخد لون الاصفر من فوقه بس اهيه بعد ما طلعت ده الشكل بتاعها بعد ما طلعت طبعا واخد لون اصفر جميل جدا ما خدتش وقت مني في الفرن خالص لان هي كل حاجة طبعا مستوية فيها وجهزة هسيبها تبرد عشان نعرف نقطعها خلاص هي كده بردت معايا قطعيها بقى زي ما تحبي احنا اتفقنا اللي هي مش هتاخد وقت في الفرن خالص لان اللبن بتاعي جاهز وحطينه على النار وكان كله تمام مجرد ان احنا هنحطها في الصينية هتاخد لون اصفر من فوق تدينا شكل كويس وبس كده هنطفي عليه مش هتاخد اكتر من خمس دقائق وعشر دقائق هنقطعها بقى قطع بتاعتنا زي ما نحب وهنحطها في طبق التأديم ياريت تجربيها وتقولي لي رأيك وان شاء الله هتعجبك انت شايفيني يا متمسكة جميلة جدا وطعمها حل ولو عجبتك تعملي لي لايك للفيديو وتستنيني فيديو ترجمة نانسي قنقر